أستاذ أحمد هناك قطر إذن حرصت على علاقات متميزة مع تركيا متميزة مع إيران منذ فترة طويلة هل المشكلة في أن يكون لأي دولة في دول الخليج علاقات متميزة مع دول أخرى حتى لو إيران حتى لو تركيا أمن المشكلة هي أن تكون هذه العلاقات لها الأولوية على علاقات الدولة بجيرانها لبل وأن تكون احتياط للاستنجاز بها على دول الجوار أين المشكلة في علاقة قطر بإيران وتركيا هنا؟ المشكلة من الكارثة ومن المحزن أن قطر تتوقع الخلاف وتتوقع الصدام وتتوقع الخصومة من أخواتها وجيرانها كالسعودية على سبيل المثال تحديدا وبقية الدول لا شك ولا تتوقع مثل هذا الخلاف من أعداء أخواتها الحقيقي كإيران هذه مفارقة خطيرة ما الذي يحدث اليوم؟ ما الذي قلب الموازين؟ كيف تكون قطر وهي الجزء الذي لا يتجزأ من هذا الجسد الواحد تسمح لأن يكون عدو أخواتها عدو بالحقيقة وبالتصريح القنوات الإيرانية في التلفزيونات الإيرانية؟ كلنا رأينا هذا الذي يخرج ويقول أن غزو السعودية والكويت هو غزو مقدس ولا يعني ينقصنا عن البدء بهذا الغزو سوى أعطاء الإشارة من المرشد وهو غزو كغزوة بدر والأحزاب كيف لقطر أن تستعين بهذا العدو الذي يعلن عداوته وحربه على أخواتها؟ إذن هناك شيء أما أن تكون أين قطر؟ أنت مع من يا قطر؟ أنت معنا؟ أم ضدنا؟ لأن لا يقبل عقلا ولا منطقا أن من يكون معي يستعين بأعدائه وأعداء المعلنين ليس الأعداء الذين هم محتملين بل معلنين كإيران وبالتالي هذا السؤال نسأل قطر الآن تريدين الحوار وتسمحين بالحوار وثم أول ما تركبين وتجعلين الشخص الذي يؤيدك وتحتمين فيه هو عدو للأمة؟ هذا لغير منطق هل فعلا أنت تبحثين عن الحوار؟ أم القضية قضية أعذار؟ هذه قضية علينا أن نسأل مرة ثانية قطر أنت مع من؟ هذا السؤال يوجه إلى قطر